أعلنت مصادر ميدانية سورية التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار لـ 48 ساعة بين قوات المعارضة السورية من جهة وقوات النظام حزب الله اللبناني من جهة أخرى في مدينة الزبداني وقريتي الفوع وكفرية في محافظة إدلب وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدأ سريان الهدنة منذ سادسة صباحا بالتوقيت المحلي وبأن المحادثات ستتمر بشأن إجلال المسلحين من الزبداني وإرسال مساعدات غذائية إلى كفرية والفوعة حيث يخضع آلاف المدنيين لحصار قوات المعارضة تقلع لا تقلع لا تقلع